وافقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على إنشاء المركز الدولي للهايدروجين الأخضر كما وافق الرئيس الوزراء خلال ترأسي اجتماع المجلس الوطني للهايدروجين الأخضر على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهايدروجين الأخضر بمبلغ 270 مليون يورو وكذل موافقة على عقد ورشة عمل للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي ودعوة مختلف الجهات المعنية بملف الهايدروجين الأخضر لحضور هذه الورشة وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالدراسات المتعلقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي